ام مش قالك ان محمد شريف ماضي على ورقة ان هو لما يرجع مصر يرجع بالقالي والله طلع ماضي والله والله الورقة ده كله هو مطرف يعني حتى والله طلع هو اساسا ماضي مش قانوني الورقة مش رسمي محتاج مراجعتها برضو قانونيا انا بتكلم بس بما له زيزو من مكانة كبيرة طبعا مع جمهور ناد الزماني ناد الزماني طبعا ان هو يكتب ورقة يا جماعة انا في حالة رجوعي لمصر حالة ناد الزماني شكرا يبقى انت حلت مشاكلك وعملت كل حاجة ولا ايه غلطك هبت لا انت بتكلم مزبوط بس الله مقدت بلغنا والله يقول لها فيها اي حاجة هيقول لك تاني ده موهب يمهد لبيع زيزو ولا فيها اي غلط ولا دي المصلحة النادي الزماني بس طيب نخش بقى ايه مطش الجمعة نعم انا بحب توقعاتك عيب عيب انا بحب توقعاتك عايش الديني هديك المفيد بس خلي بقى انا بخضعك مش هسيبك على حد الله كابتن بشير الله انا خلافتش قول لي النادي الاهلي هي المطش كويس ويعني مش بعيد نوه يكسب كمان يعني لا ديني نتيجة انا بكتب الاهلي اتحد جدا ان شاء الله ها النادي الاهلي هيكسب ايوه كام لا ده كام دي كام زي لا طوح لا ده كتير اوه كده لا كتير اوه كده يكسب اي ماكس بس هيكسب من الاهلي لان الاهلي في يبقى فوز الاهلي ماشي في الحاجات الجزية دي ماشي بيبقى موجودة عن الاهلي كابتن هدي النتيجة ولا بدون نتكلم بقى للمطش النتيجة النتيجة اتصور ممكن نادي اهلي يكسب واحد سفر ان شاء الله الاهلي يكسب واحد سفر يبقى هنا اجماع بفوز الاهل طيب ان شاء الله فنيا بقى فنيا لا وارتة كبيرة ايوه ارجع امنيات حاجة والنواقع حاجة ايوه بص طبعا انت بتلعب فريق اه في ارضه اه فريق قوى جدا معزز ب تلمة كبيرة اوارتة كبيرة دي اما لا دي حاجة افصر هالي بقى حاجة افصر هالي بص هو فريق بيلعب في ارضه في وسط جمهوره اه عنده دافع كواس جدا بكسب عنده كل حاجة الفريق اه اه بقولك ايه انت بش قلت الاهلي يكسب مالك شي دعوة بقى ماشي قولش حاجة مالك بتقوليش بقى عنده كل حاجة بقى سجال يكسب برضو طيب اه كسب اوكلاند بتلت اهداف باداء فني عالي جدا بغض النظر عن اوكلاند ومستوها الفني لكن نكلم على قدرات لعبته اللعبة المحترفة الاجانب اللي جاي من بره كل ده مديهم ثقة عالية جدا طبعا هما فاهمين حجم وقيمة النادي الاهلي ولكن في نفس الوقت النادي الاهلي لازم يلعب فنيا بشكل يتناسب مع الفريق اللي قدامه اه انت كابتن مهيب الف المقدمة حاجة مهمة جدا كان بيرسم كده شكل تشكيل تشكيل اه قص الموضوع بكرة موضوع ينقسم لحاجتين موضوع فني انك تدري الصح انك تلعب ازاي طريقة لعب وخطة لعب وتكتك في الملعب بشكل كويس هو موضوع قلبي ورجولة هما الحاجتين دول مالهمش تالت ركز بقى في الحاجتين تشكيل ممتاز حقيقة حتى المهمة سفراج عامر برضو اكد على نفس التالي انا بفكرة ان انت تلعب بتلاتة ديفندر في نصف الملعب بزا فكرة وتأمل الحزام اللي في نصف الملعب اسطارة قوية جدا قدام المدافعين وقدام الشناوي ده يعني عامل من عوامل الفوز النادي الاهلي انك دايما تأمن وتستغل سرعاتك وتستغل الاطراف وتستغل المساحات وتستغل زكائك في الملعب وخبرتك تقدر تحرز الهدف اللي احنا بنتكلم عليه اما انك تفتح الجيم مع لعيبة قريدي عندها ثقة في نفسها عالية جدا عندها جماهرية عالية جدا كسبانة ثلاثة الماتش اللي فات فبالتالي انت كده بتحكم على نفسك بالورطة اللي احنا بنتكلم عليها فلا انت اشتغل صح قفل المساحات دايق دايق في المساحات في اللعب في الدفاع وتبقى دايما تحت الكورة واول ما يجيلك الكورة وتاخدها بتدي اشتغل على الاطراف واشتغل وكل حاجة هلا بيلك هما بيشتغلوا على الاطراف كويس طبعا هما عندهم طبعا